مودعون يقتحمون البنوك بحثاً عن أموالهم المحتجزة فيها ومعدلات تضخم وارتفاع في الأسعار لم يشهد لها البلد مثيلاً في تاريخه الحديث بل وصلت الأزمة حداً تجاوزت فيه معاناة الفقراء ومحدود الدخل في لبنان لتعبر الحدود نحو البعثات الدبلوماسية في الخارج ليتوقف تحويل النفقات التشغيلية للبعثات الدبلوماسية منذ ثمانية أشهر ولتنقطع رواتب السفراء والدبلوماسيين منذ نحو أربعة أشهر الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية في لبنان تتواصل للسنة الثالثة على التوالي ويستمر انهيار سعر الصرف الليرة اللبنانية ومعه تنهار القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وبالتبعية يهوي المزيد منهم تحت خط الفقر دون أي بارقة أمل حقيقية تؤذن بانكشاف الأزمة أو حتى تخفيف حدتها وبحسب محللين فإن الأزمة في لبنان سياسية في المقام الأول وليست اقتصادية فلبنان يواجه تداعيات صراع النفوذ بين المحاور الإقليمية والدولية وارتهان القوى اللبنانية الفاعلة لأجندات تلك المحاور على حساب الدولة اللبنانية ومصالح الناس وأمام تلك الصورة القاتمة فالمستقبل في رأي كثيرين لن يحمل شيئا إيجابيا ما لم تعالج مسببات الأزمة وجذورها فالنظام السياسي القائم على تقسيم المجتمع إلى طوائف متنازعة دينيا ومذهبيا وعرقيا هو نظام يضرب مفهوم الدولة الوطنية في مقتل ويعود بالمجتمع إلى مفاهيم الاستقواء بالقبيلة والعشيرة بدلا من اللجوء إلى قانون الدولة ومؤسساتها من هنا فإن الحل بحسب ما يراه الخبراء يكمن في نبذ الصراعات التي أشعلتها التقسيمات الطائفية ومحاربة الفساد الذي وجد في تلك الطائفية ملجأ آمن والعمل تحت راية الدولة الجامعة لمواطنيها بمفهومها الواسع مفهوم يحقق للناس الحياة الكريمة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية المنشودة اشتركوا في القناة